في كل مرة حرب ناقلات بين إيران مجهولين فبعد أسابيع من هجوم على منشآت لأرامكو السعودية جاء على إثرها القرار الأمريكي نشر قوات إضافية ومعدات عسكرية في السعودية لتعزيز قدراتها الدفاعية استهدفت ناقلة نفط إيرانية في البحر الأحمر على بعد 60 ميلا من ميناء جد السعودي محللون سياسيون قالوا أن الصراع الأمريكي الإيراني صراع إقليمي دولية وإن العراق يعتبر منطقة وساحة لهذا الصراع مؤكدين الموقف الرسمي العراقي الذي ينقى بالعراق من الدخول في أحد محاوره سواء الأمريكي أو الإيراني العراق نعتبر منطقة رخوة لهذا الصراع الأمريكي الإيراني وهو صراع إقليمي ودولي أيضا أكبر من أمريكا وإيران فبالتالي نشاهد الموقف العراقي هو يتجلب من لقطتين الموقف الرسمي إلى الآن هو ينقى بالعراق على الدخول في هذا الصراع أو الدخول في أحد محاور الصراع سواء المحاور الأمريكي أو الإيراني لكن بنفس الوقت نشاهد بأنه قوة داخلية عراقية التي هي قريبة من إيران ربما أكثر تحاول أن تجعل من العراق طرف في هذا الصراع آخرون أكدوا أن الولايات المتحدة لا تنوي استخدام السلاح في الوقت الحاضر لأن من مصلحتها أن ينعكس هذا الصراع على السعودية ودول الخليج تخفيف حدة التوتر لإبعاد شباح الحرب أولين ولإبعاد التدخلات الأجنبية ثانيا من أينما تكون والثالث احتكام إلى القانون الدولي وإلى القرارات الأمم المتحدة مطلعون على الشأن قالوا إن من الواضح أن الجهة التي تقف وراء استهداف ناقلة النفط الإيرانية لا تريد أن يعمى الأمن والاستقرار في المنطقة بدليل أن الاستهداف جاء عشية زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى طهران والرياض في مسعى لتخفيف حدة التوتر في المنطقة وإن الحوادث المتكررة كافية لإيصال بلدان المنطقة إلى قناعة مفادها أن هناك جهة عاقدة العزم على التلاعب بأمنها واستقرارها لمصلحتها وهي مصلحة تتناقض مع أمن واستقرار المنطقة بأسرها